السلام عليكم اذا اضع المزن عجينة. هنا يمكن ان تعملوها باللوز. انا اعير من السمسم بعد الطحن ربع كوب بالاكواب العيرية. انجيب دلوقتي المطحنة الخلاط وسنتحن السمسم ناعم قوي وبعد نطحنه هنبدأ نعير منه ربع كوب بالاكواب العيرية. بعد ما تحنط ربع كوب بالاكواب العيرية من السمسم هنحط بقى دلوقتي في طبق ومعنا كمان بيضة ومج من المية ومعنا سليم وسامغ الزنتان وكمان معنا خل هنبدأ دلوقتي نعمل الطريقة على طول هنستعمل معيار المعلقة الصغيرة هنحط دلوقتي معلقة صغيرة من السليم او الاسباغول فوق مطحون السمسم وكمان معلقة صغيرة مليانة من السامغ الزنتان وبعد كده هنضيف عليهم رشة ملح وهنقلب دلوقتي المكونات الجافة مع بعض وهنعمل فتحة في النص كده نحط فيها دلوقتي البيضة البيضة اللي معايا دي بيضة كبيرة وهحط دلوقتي كمان علشان الزفارة بتاعت البيضة حط دلوقتي حوالي ربع معلقة صغيرة من الخل الابيض وهنقلب بقى دلوقتي المكونات دي كده بالمضرب اليدوي بعد ما اختلطوا مع بعض كويس هنبدأ نضيف الميا المئدير دي جماعة مظبوطة كويس قوي ارجو اتباع المئدير علشان ينجح معاكم هنضيف دلوقتي الميا بالتدريج كده هي الكمية دي هتاخد معانا كباية الميا اللي قدامنا دي بس هنضيفها بالتدريج وهنقلب بالمضرب اليدوي كده سمغ الزنتان هيدي قوام لازج كده للعجينة فهيحتاج دايما ان احنا نزوده بميا فدلوقتي هنضيف الميا بالتدريج احنا هنحط كباية الميا كلها شايفين كل ما هنقلب كل ما هيدينا قوام لازج قوي دلوقتي انا هضيف اخر كمية معايا من الميا انا حطيت كده كباية الميا كلها وهنقلب بس كده بالمضرب علشان يختلطوا مع بعض وخلاص كده بتكون العجينة جاهزة معانا بيكون القوام بتاعها كده زي الكريب بس بتكون تقيلة شوية بيكون معانا القوام بالشكل اللي هنشوف دلوقتي بتكون معانا بالشكل ده هنسيبها بس ترتاح 5 دقايق كده وبعد كده هنبدأ نشتغل فيها على طول هنجيب بقى دلوقتي طاصة وطبعا لازم تكون طاصة مبلزقش فيها المكونات هنمسح الطاصة كويس كده بزيت الزتون وبعد كده هنبدأ نحط الخليط بتاع العجينة اللي احنا عملناها طبعا انا لسه ما شغلتش نار البتاجاز هنحط بقى دلوقتي الخليط ونحاول ان احنا نوزعه بالطاصة احنا عايزين نعمل طبقة رفاية قوي ما تخلوش الطبقة سميكة هنحط دلوقتي كمية من الخليط ده بيكون القوام بتاعه وهنبدأ نفرده كده بالمعلقة لغاية لما نملة الطاصة خالص خلو الطبقة يا جماعة تكون رفاية ما تخلوها السميكة بالطريقة اللي انا بعملها دي كده بنوزع بالمعلقة لغاية لما نملة الطاصة خالص بيكون معانا بالشكل ده ودلوقتي بقى انا شغلت نار البتاجاز على نار متوسطة وهنسيب بقى الطاصة كده لغاية لما تبدأ تستوي معانا الطبقة اللي تحت وكمان الطبقة اللي فوق اول ما يبدأ ان هو يستوي بيامل معانا فقاقية بالشكل اللي انتو شايفينه ده انا مش هقطع الفيديو علشان تشوفوا هو يستوي معانا ازاي بيامل معانا فقاقية بالشكل ده ما تحاولوش ان انتو تقلبوه خالص لغاية لما الطبقة اللي فوق تنشف وما يكونش فيها اي سويل بتاخد حوالي دقيقتين على النار كده لسه فيه سوائر في الطبقة اللي فوق ما تحاولوش ان انتو تقلبوها لغاية لما تنشف خالص وبعد ما الطبقة اللي فوق نشفت معانا بالشكل ده ان احنا نحط اصبعنا كده ما يطلعش سوائل هنجيب بقى دلوقتي لسبتيولة ونحاول ان احنا هنخل الاطراف كده وهنضغط دلوقتي بالسبتيولة كده علشان نتأكد ان الطبقة اللي تحت نشفة تماما ومستوية بعد كده هنبدأ نقلبها بالراحة على الناحية التانية بتكون طرية جدا معاكو خدوا بالكو ان انتو تقلبوها بالراحة علشان ما تتقطعش اهم حاجة ان هي تكون مستوية من الطبقة اللي تحت وكمان نشفة من الطبقة اللي فوق ودلوقتي هقلبها على الناحية التانية واعدلها كده في الطاصة واسبها لمدة دقيقة بس لغاية لما تستوي تنشف كده من الطبقة اللي تحت بنضغط كده بالسبتيولة علشان تنشف معانا كويس وخلاص كده بنسيبها على النار متوسطة لغاية لما تستوي من الطبقة التانية وبعد كده هنقلبها دلوقتي على الناحية التانية احنا بس عايزين نتأكد ان هي استوت معانا خالص هي بتفضل طرية لكن بتستوي معانا كويس قوي وهرجع تاني ان انا قلبها بنفس الطريقة كده وخلاص كده بتكون جاهزة معانا اول واحدة هنجيب بقى دلوقتي طبق ونحطها عليه وهنعمل بنفس الطريقة بقى الكمية انا هعمل معاكم واحدة تانية بنفس الطريقة علشان تشوفوا بس هي بتستوي معانا ازاي وبقى الكمية هعملها مع نفسي الكمية ديها تدينا خمس وحدات بالحجم اللي احنا شايفينه ده اول حاجة بنقفل نار البتجازة لما نعمل المسحة كده من زيت الزتون وبعد كده هنحط الخليط بتاعنا طبعا احنا كل ما بينسيبه كل ما بيتقل معانا هنحط كمية من الخليط ونفردها كويس كده بالمعلقة زي ما قلتلكم خلوها طبقة رفيع ما تكونش طبقة سميكة ودلوقتي هشغل نار البتجاز على نار متوسطة بعد ما فردت العجينة بالشكل ده اه دلوقتي بقى هسيبها تستوي من الطبقة اللي تحت اه كي بتبدأ تطلع معانا فقاقع بالشكل ده ما تحاولوش ابدا ان انتو تقلبوا العجينة غير لما الفقاقع دي تخلص خالص وما تكونش بتعمل فقاقع بالشكل ده واهم حاجة تكون الطبقة اللي فوق كمان مستوية معانا ما تكونش فيها سوائل تكون معانا بالشكل ده هنجيب بقى دلوقتي الاسبيتيولة ونضغط عليها كده علشان تستوي معانا من الطبقة اللي تحت وتنشف خالص واول ما تنشف معانا من الطبقة اللي فوق ما يكونش فيها اي سوائل دلوقتي بقى هنبدأ نقلبها على الناحية التانية تقلبوها بالراحة قوي يا جماعة علشان ما تتقصرش من نقو شايفين انا بقلبها بالراحة خالص ازاي وهنعدلها بقى دلوقتي في الصينية وخلاص كده هي مش هتتقصر معاكو ابدا دلوقتي بقى هنسيبها على نار متوسطة لغاية لما الطبقة اللي تحت تنشف معانا خالص وتستوي وخلاص بعد ما بتنشف معانا كويس من الطبقة اللي تحت بنرجع هنقلبها تاني بالطريقة دي كده وكده خلاص بتكون جاهزة معانا بالشكل ده هنجيب بقى دلوقتي الطبق ونحط عليه عجينة الكانيلوني بس اهم حاجة زي ما قلتلكم لازم تحطوا ما بينهم فواصل كده ورق او اي حاجة عندكم ما تحطوهمش فوق بعض دلوقتي هحطها بالشكل ده وهكمل بقى بقى الكمية بنفس الطريقة كده وبعد ما خلصت كمية الخليط كلها هعمل بقى دلوقتي الحشوة هنجيب بقى نفس الطاصة اللي كنا بنعمل فيها العجينة وهحط فيها نص بصلايا صغيرة وكمان مكعب من الزبدة وهنبدأ دلوقتي نشوح البصلة بالطريقة العادية خالص وبعد ما شوحنا البصلة انا حطيت عليها نص قرن فلفل مكعبات صغيرة قوي وهشوحهم مع بعض وبعد ما شوحتهم كده هضيف عليهم دلوقتي حوالي 100 جرام من اللحمة وهشوحهم برضو مع بعض كده ودلوقتي هضيف عليهم البهارات هضيف دلوقتي رشة بسيطة كده من الفلفل الاسود وكمان الكمون والقصبرة النشفة وطبعا هنحط ملح وهحط كمان رشة بسيطة من القرفة حطوا البهارات اللي انتوا عايزينها وبعد ما حطيت البهارات كلها بالشكل ده هقلبهم بقى دلوقتي مع بعض لغاية لما اللحمة تستوى معانا كويس جدا خلاص بقى دلوقتي اللحمة تاوت معانا هنسيبها على جم وهنجيب طوصة تانية انا حطيت فيها 3 فصوص طوم مفرومين وهحط قطعة زبدة صغيرة قوية انا حاول ننسى معلقة صغيرة وهنبدأ نشوح الطوم كده علشان نعمل الصلصة بتاعت الكانيلوني هنشوح الطوم كده وبعد كده هنحط عليه عصير الطماطم هضيف عليه دلوقتي عصير طماطميتين صغيرين وهجيب شوية مية صغيرين كده في نفس العلبة اللي كان فيها عصير الطماطم علشان نخفي بيها القوام بتاع الصلصة وهنقلبهم مع بعض كده وهنرجع تاني نحط نفس البهارات اللي حطناها مع اللحمة المفرومة بس الاول انا عايزة الصلصة تكون حمرة شوية فانا هحط دلوقتي حوالي معلقة كبيرة كده من صلصة الطماطم صلصة كي دي دي ودي مناسبة للكيتو لان هي خالية من السكر وهحط عليها شوية مية صغيرين كده وهقلب الصلصة مع المية ده معجون طماطم يا جماعة مناسب للدايت والكيتو دايت وهنحطهم دلوقتي كده فوق عصير الطماطم وهنكمل باقي البهارات هنحط باقي البهارات الملح والفلفل الأسود وكمان الكمون والكزبرة الناشفة وهنقلبهم مع بعض كده ونسيب بقى الصلصة لغاية لما تتسبك معانا كويس قوي بتكون معانا بالشكل ده خلاص كده الصلصة تسبكت هنقفل عليها نار البتجاز ودلوقتي بقى هنبدأ نجهز الكانيلوني طبعا أنا غطيته علشان ما ينشافش لغاية لما خلص كل المكونات وطبعا زي ما قلتلكم بنحط ما بينه ورق كده ما بنحطوش فوق بعض بيكون معانا بالشكل ده طري جدا هنبدأ بقى دلوقتي نقسم كل واحدة نصين وبعد ما نقسمها نصين هنبدأ نحط فيها كمية من الحشوة بتاعة اللحمة المفرومة وبعد كده هنبدأ نلفها بالطريقة اللي احنا هنشوفها دلوقتي بعد ما قسمتها بالشكل ده حطيت كمية بسيطة من اللحمة المفرومة ودلوقتي هلفها كده وهنحطها بعد دلوقتي في اي صينية تدخل الفرن وهعمل النص التاني بنفس الطريقة كده وهنعمل واحدة تانية من العجينة بنفس الطريقة هنقطعها من النص كده لشريحتين وبعد كده هنبدأ ان احنا نحشيها باللحمة المفرومة ونلفها بالطريقة دي كده وبتكون خلاص جاهزة معنا وهعمل بقى نفس الطريقة كده في باقي الكمية لغاية لما خلصها كلها وخلاص كده انا خلصت الكمية كلها وهحاول بقى ان انا ازبطها كده في الصينية الكمية اللي احنا عملناها دي ادتنا خمسة من الكانيلوني وكل واحد اسمنا نصين ايه وبعد ما زبطناه في الصينية بالشكل ده هنبدأ بقى دلوقتي نحط عليه صلصة الطماطم هنحط بقى دلوقتي صلصة الطماطم كده هنحاول ان احنا نغطي بها الكانيلوني من فوق ومن تحت كده ومن كل الجوانب وبتكون معانا بقى بالشكل ده خلاص كده حطينا صلصة الطماطم ووزعناها كويس هنضيف بقى دلوقتي اخر حاجة معانا وهي الجبنة المتزرلة بالنسبة للكيتو دايت يستعملوا جبنة متزرلة كاملة الدسم وبالنسبة للدايت العادي يستعملوا جبنة قليلة او خلية الدسم على حسب المتاح عندكم هنوزع كده الجبنة المتزرلة على وش الصينية من فوق وبتكون معانا بالشكل ده هندخلها بقى دلوقتي الفرن على فرن سخنة على درجة حرارة 180 بتطلع معانا بالشكل الجميل ده قعدت في الفرن بالضبط 25 دقيقة لغاية لما بدأت تتحمر من الجوانب كده بنشغل الشواية علشان نحمر وشها وانا هزينها تزين بسيط كده بشوية من البقدونس المتقطع طبعا قدموها وزينوها بالطريقة اللي انتو عايزينها وبتكون معانا بالشكل ده ودلوقتي بقى يلا كده نقطعها وناخد قطعة منها ونشوف القوم بتاعها عامل معانا ازاي طبعا الجبنة بتمط جميلة جدا ودي بتكون اول قطعة معانا حطتها بقى دلوقتي على طبع علشان اوريكم الطبقات بتكون عاملة معانا ازاي شايفين ما شاء الله جميلة جدا وعلى فكرة ريحتها حلوة اوي كمان طعمها اكتر من رائعا ودلوقتي بقى احلى لحظة في الفيديو ان انا ادقها بصراحة جماعة كان طعمها جميل جدا جربوها وان شاء الله هتعجبكم اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكم الحلوة وبالف هانا وعافية